السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس رح نتحدث عن البيبز في ناس جي اس قبل ما نبدأ ونتحدث عن البيبز أريدك تتعرف على الناس جي اس request response life cycle يعني شنو هذا الكلام الريكوست أو الطلب اللي يجي من الكلاينت إلى ناس جي اس سيرفر لازم يمر من خلال بعض اللير لازم يفوت من خلال بعض الليرز مثل الميدلوير والقارز والانترسابترز والبايبز لحد ما يوصل لرات هندلر لحد ما يوصل للكنترولر احنا نعرف الكنترولر هو اللي يهندل الريكوست ورسبونس وتحديدا الروت هندلر في داخل الكنترولر الروت هندلر هو مثل اللي يعمل هندل لريكوست معين اي نوع من الريكوست او اي شيء آخر فالريكوست الطلب اللي يجي من الكلاينت إلى ناس جي اس سيرفر اول شيء الميدلوير هذا اللير رح يشوف هذا الريكوست او بعبارة اخرى الريكوست اول شيء رح يمر من داخل الميدلوير هذا اللي يحصل اول شيء الميدلوير بعد الميدلوير يدخل الى الگاردز يعني الگاردز رح يعمل check على الريكوست او بعبارة اخرى الريكوست يفوت او يمر من خلال الگاردز بعد الگاردز يدخل الى انترسابترز بعدين البايبز بعدين الروت هندلر الروت هندلر هو اللي يعمل هندل للريسبونس فيعطي الريسبونس الى المستخدم الريسبونس يمر من خلال الانترسابترز ويروح الجواب الى الكلينت لاحظت الانترسابترز يشتغل قبل الريكوست وبعد الريكوست هذا الفرغ بين الانترسابتر وباقي الكمبوننتات وباقي اللير خليها في بالك الانترسابتر يشتغل قبل الروت هندلر تحديدا هنا قبل البيبس وبعد الروت هندلر طبعا حضرتك حاليا ما تعرف اي شي عن الانترسابترز ولا عن الگارد ولا البايبس رح نتحدث عن هذه المواضيع بالتفصيل الكامل في الدروس المستقبلية حاليا اريدك تتعرف على هذا البيج بيكتر تعرف الريكوست ريسبونس لايف سايكل في نيس جي اس لان هذا شي مهم جدا بالمستقبل رح نتحدث عن الميدل ويرز الگاردز انترسابترز بايبس وكل هذه التفاصيل طبعا في هذا الدرس تحديدا رح نتحدث عن البايبس فقط اريدك تعرف الوردر الوردر لللاير اول لاير هو ميدل وير الريكوست يمر من خلال الميدل وير بعدين قارد انترسابتر بايب راوت هندلر انترسابتر وبالنهاية جواب الى الكلاينت هذا اللي يحصل يعني الريكوست ما يجي مستقيما الى الرود هندلر لا يمر من خلال بعض اللير وطبعا كل اللير رح يكون عنده وظيفة معينة مثلا في الگاردز احنا نقدر نعمل الاثوريزيزيشن نشوف هل المستخدم عنده توكن ام لا هل هو ادمين او يوزر اعتيادي في البايبس نعمل الvalidation وهذه الأشياء إذا تلاحظ عدنا اللير آخر اللي هو exception filters شنو الفكرة من هذا اللير هذا اللير رح يشتغل إذا يحصل exception في اللير اللي قبله يعني شنو في أي اللير في middleware أو guard أو interceptor أو pipe أو route handler إذا يحصل error يعني نعمل throw للnew error في هذه الحالة الexception filter رح يعمل catch للأرور رح يعمل catch للأرور ورح يعمل format للأرور يعني رح يخليه في ملف جيسون يخلي بي status code مع message معين ويعطي الجواب للكلاينت في الدروس السابقة أنا تحدثت عن الexception handling في ناس جي اس قلت لك الناس جي اس عنده exception handling system هو هذا السيستم exception filters إذا يحصل أي error أي exception في داخل route handler في داخل الcontroller controller أو حتى في pipes أو guard أو interceptors هذا الexception filters رح يعمل catch يعني مثل ما نكتب try or catch يعمل catch للأرور رح يعمل catch للأرور ويخلي الأرور في ملف جيسون يعني يخليه بشكل يعني formatted بشكل مرتب مع status code ومسيج معين ورح يعطي الجواب للمستخدم في express js framework إحنا كنا نكتب error handler error handler middleware اللي هو كان يعمل handle للأرور يعني أي error يحصل في ال route handler كان يعمل catch للأرور ويعطي الجواب للكلاينت هذا اللي يسوي exception filters في ناس جي اس طبعا مع إمكانيات أكثر فهذا هو هذا اللي ير exception filters وضيفة أن يعمل catch للأكسابشن أو الأرور ويحول هذا الأرور أو أكسابشن إلى json format ويعطي الجواب للكلاينت فهذا اللي يرح يشتغل فقط عندما يحصل error يحصل أكسابشن إذا ما يحصل أكسابشن فما رح يشتغل لاحظت هذا هو ناس جي اس request response life cycle طبعا رح نتحدث عن هذه الليرز بالمستقبل تحديدا في هذا الدرس رح نتحدث عن ال pipes ال pipes يشتغل قبل route handler مثل ما تلاحظ ونستخدم ال pipes حتى نعمل validation validation على البيانات اللي تجي من الكلاينت هذه الفكرة من ال pipes في ناس جي اس رح نطبق أمثلة عملية ورح تعرف الفكرة أكثر عن هذا الموضوع هذا هو المرجع الرسمي لنيس جي اس أنا في صفحة ال pipes تقدر تختار ال pipes من هذا sidebar menu هنا يقول لك ال pipe شوف هذا يشتغل قبل route handler هذا client side هذا ال request من client side إلى السيرفر إلى ناس جي السيرفر ال pipe يشتغل قبل route handler طبعا تقدر تخلي أكثر من pipe قبل route handler احنا نستخدم ال pipe لل input validation هنا يقول لك ال pipes have two typical use cases نستخدم ال pipes ل two cases ل transformation يعني شنو transformation يعني تحول ال data أو البيانات اللي تجي من client من type إلى type آخر على سبيل المثال تريد تحول type من string إلى number فهذا يعني transformation يعني تعمل convert لل type وأيضا validation أكثر شيء نستخدم ال pipes لل validation يقول لك يقول لك input data and if valid simply pass it through unchanged يعني يعمل check على البيانات التي تجي من ال client وإذا كان valid إذا كان هذه البيانات صالحة يخلي هذه البيانات تمر من خلال ال pipe إلى route handler unchanged يعني ما يغير أي شيء otherwise throw an exception ولكن إذا ما كانت هذه البيانات صالحة يعمل throw exception في nest.js عدنا تسعة built-in pipes هذه هي ال pipes الموجودة في nest.js يعني الموجودة من ضمن ال framework عدنا validation pipe parse int pipe وباقي pipes في هذا الدرس تحديدا راح نتحدث عن parse int pipe إذا تتعلم parse int pipe أيضا اعتبر نفسك تعرف parse float pipe parse boolean pipe parse array pipe راح تتعرف على هذا في هذا الدرس وراح تعرف الفكرة عن باقي pipes وفي دروس المستقبلية راح نتحدث عن validation pipe في هذا الدرس تحديدا راح نطبغ مثال عن parse int pipe اللي هو built int pipe في nest js شوف بهذا الشكل انت تقدر تعطي ال pipe ال route handler شوف هذا get route handler عندي هذا الparam وهو معطي parse int pipe هذا pipe يعمل check بأن هذا يكون من نوع number يعني هو من نوع string هذا يعني يكون number يكون على format صحيح يعني يكون عدد عدد على شكل string ما يكون كلمات راح نطبغ مثال عن هذا طبعا عندك بعض الأمثلة هنا يقول لك إذا يعني إذا هذا ال pipe إذا يشوف هذا هذا ال data مو صالح راح يعطي هذا error message إلى client هنا عندك أمثلة عن pipes في nest js أيضا نحن نقدر نعمل custom pipes نحن كمبرمجين نقدر نعمل custom pipes حسب احتياجاتنا بهذا الشكل طبعا راح نطبغ مثال عن هذا الموضوع بالمستقبل حاليا في هذا الدرس راح نشرح built-in pipes النس js بالمستقبل راح نعمل custom pipes جميل أجي إلى VS Code إحنا كتبنا هذا الـ route handler في الدرس السابق API products expressway أنا راح أمسح هذا route handler ما أحتاجه لو حضرتك متري تمسح مو مشكلة أنا راح أمسح وأيضا راح أمسح الheaders والres والrequest وأيضا عندي هنا request وresponse من الإكس سيبريس أمسح هم جميل نجي هنا في هذا route handler get get single product هنا ناخذ ال-id من ال-param وال-id من نوع string مثل ما تعرفون أي شي اللي تاخذ من ال-url هو من نوع string أجي هنا وأقول console.log type of id هذا ينطيني نوع البيانات لل-id أفتح الترمينال أشغل السيرفر npm run start نقط div السيرفر مالتي يشتغل أخلي الترمينال يكون مفتوح رح أرسل طلب إلى هذا ال-api end point وطبعت ال-id ال-type لل-id في ال-console أفتح ال-postman nest app product get single product by id ال-id خليته اثنين أرسل request نطاني الجواب أفتح ال-vscode شوف يقول لي string يعني ال-type لل-id string وهذا صحيح كل شي تمام لو أجي وبدلا من عدد هنا بدلا من اثنين أكتب hello هذا يعتبر invalid غير صالح لأن احنا في هذا ال-api end point نتوقع عدد ال-id للproduct هو عدد 1 2 3 100 120 أي شي آخر هذا invalid غير صالح ولكن أنا خليته أرسل طلب يقول لي product not fund هذا الجواب يجي من شوف من هذا السطر من الكود يعني هذا ال-route handler يشتغل وحاول أن يأخذ ال-products اللي آيدي مالته hello لأن كتبت هنا hello من هذا الأري ولكن ما لقى هذا الشيء وهنا عمل throw ل-not found exception ولكن إحنا كمبرمجين نعرف بأن هذا غير صالح هذا ال-id لأن هذا مو number إحنا نتوقع عدد مو hello ولا مثلا hi أو أي كلمة أخرى فما إلا معنى ما إلا داعي بأن هذا ال-route handler يشتغل إذا مستخدم ما أعطاني id صالح id valid فما إلا معنى هذا يشتغل فالأفضل أن نعطي جواب قبل ما يشتغل هذا ال-route handler ليش لأن بالمستقبل إحنا رح نتعامل مع قاعدة البيانات في داخل هذا ال-controller فإذا اشتغل هذا ال-controller يعني أنت رح ترسل ال-query إلى غاعة البيانات ليش ترسل ال-query إلى يعطيك error لأن هذا ال-param هذا مو صالح المستخدم يعطاني كلمة بدلا من number ليش تخلي ال-traffic يزيد على قاعدة البيانات مالتك ما ما إلى معنى أصلا هذا ال-route handler يشتغل لأن إذا يشتغل باقي ال-resources مالتك مثل قاعدة البيانات رح يشتغل وهذا سيء فالأفضل قبل ما يشتغل هذا ال-route handler نعمل check على ال-param على ال-param ونشوف هل هذا ال-param هو صالح أم لا إذا كان صالح فرح يكون أوكي رح نسمح لل-request يدخل ال-route handler يعني إذا كان عدد إذا كان عدد على شكل string ولكن إذا كان كلمة يعني مثل hi hello أو أي كلمة أخرى في هذه الحالة نحن نعرف هذا ال-id مو صالح فما إلا معنى هذا يشتغل ورح نعمل throw ل-exception ونعطي الجواب للمستخدم وما رح نخلي باقي ال-resources ما لاتنا يشتغل فهنا نستخدم شنو نستخدم parse int pipe parse int pipe هذا parse int pipe أول شي يشوف ال-parameter يشوف هل هو صالح أم لا لازم يكون لازم يكون على سبيل المثال واحد على شكل string أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد آخر هذا valid فمن يشوف هذا parse int pipe رح يحول هذا إلى number هذا الشكل إلى number من string إلى number وبعد يخلي ال-request يدخل route handler ولكن إذا هذا كان على سبيل المثال يوسف فهذا يعتبر invalid لأن هو يتوقع number number على شكل string إذا كان أي كلمة مثل هذه الكلمة فرح يعمل throw bad request exception وال exception filters في nest js رح يعمل catch لهذا exception ورح يعطي جواب المستخدم فهذا اللي احنا نريده أمسح هذا comment وأنزل هنا وين هنا في داخل الparam هنا الارجومنت الثاني للparam أخلي comma وأقول parse int pipe بهذا الشكل هذا رح يعمل validation على هذا ال id هس أرجع إلى postman أنا كاتب هنا high أرسل request شوف انطاني bad request وهذا المسيج validation failed صحيح هذا المسيج هذا الارر اجي من 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 pipe هنا pipe pipe وتحديدا parse int pipe عمل check على هذا ال id وشوف أن هذا ال id معدد هو كلمة فما خلى هذا الroad handler يشتغل أصلا رأسا عمل throw exception ومن يعمل throw exception ال exception filters في ناس js يعمل catch للا exception ويعطي جواب للكلا client جميل إذا أخلي إذا أخلي هنا واحد هذا valid صالح أرسل request شوف انطاني الجواب 200 أوكي أرجع إلى controller شوف انطاني number فالtype لل id أصبح number فهذا parse int أول شي عمل check على هذا شوف هل هذا ال id صالح أم لا إذا صالح فحول هذا إلى number بعدين خلى الطلب يدخل route handler فهنا أنا أمسح هذا console log type type ال id أصبح number أصبح أسدل terminal وهنا بعد ما أحتاج أستخدم parse int فأمسح هذا وأكتب id هذا الشكل هذه الفكرة من pipe رح نتحدث عن باقي pipes في الدروس المستقبلية وأيضا رح نطبق أمثلة عن custom pipe ولكن باقي pipe نرجع إلى nest documentation باقي pipe مثل parse float pipe هذا نفس ال integer مع هذا الفرق هذا يشتغل على أعداد الأعشارية يعني إذا كان عندك input 2.5 2.4 مثل هذه الأشياء وتتوقع هذا الشي فأنت استخدم parse float الانتجر يعني عدد صحيح مثل 1 2 3 ما يقبل عدد 10 فحظيت إذا ردت تعمل validation على انتجر استخدم هذا على decimal numbers أعداد عشرية استخدم float على boolean يعني true أو false استخدم parse boolean pipe وهذه الأشياء بالمستقبل رح نتحدث عن الvalidation pipe بالتفصيل الكامل وأيضا عن custom pipes هذه الفكرة كانت من هذا الدرس وأشوفكم في الدرس القادم